بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسلام أبناء العزاء في هذه الحصة الجيدة وقد تعلق لنا طبعا بالفرد الأول طبعا من الضوء الأولى القسم السادس ابتدائي اللغة العربية طبعا نبدأ على بركة الله عدنا هنا المواطن الصالح هم الأعمدة التي تبني عليها كل أمة نهتتها وبقدر ما يكثر عدد المواطنين الصالحين بقدر ما تكون الأمة متقدمة وحياتها في جميع الميادين مزدهرة وبوسع كل إنسان أن يكون مواطنا صالحا وذلك بأن ينهد بواجبه نهودا كاملا متواصلا ويخلص في عمله بما يمليه الشعور بهذا الواجب ويحب وطنه ويدافع عن مكتسباته ويعتز بمخومات حضارته فالمواطن الصالح هو الذي يقوم نعم يقوم بعمله على أكمل وجه سواء كان متعلما يتابع دراسة دروسه أو تياجرا يعمل في متجره أو صانعا يشتغل في مصنعه أو موظفا يدبر شؤون إدارته وينظر في ذلك إلى مصلحة الناس قبل أن ينظر إلى مصلحة فإن عظمة الوطن تقوم على سواعد أبنائه إن كل بلاد تطلب تقدم الصناعية وتبحث عن الرخاء اقتصادي وتسعى إلى رفع مستواها التقافي والاجتماعي والعلمي تحتاج إلى إخلاص أبنائها في كل ميادين من ميادين العمل رغبة في تحقيق هذا الطلب فعندما يجعل كل مواطن ضميره رقيبا على نفسه يبتعد عن التقسير ويسرع لأداء واجبه في حينه ويحقق الرقية والتقدم لوطنه نعم هالنص كما ترون نقريناه الآن نمر إلى الأسئلة نعم عدنا الأسئلة لدينا القراءة أولا فالسؤالول أعطي عنوانا مناسب للنص إذن حاولوا تقرأوا النص أنتم أكثر من ثلاث مرات ثم عنوان النص عنوان يتحدثوا النص في نظاركم بعدها أحددوا نمط النص نوع النص بوضع علامة في الخام المناسب هل هو سردي يسرد لنا حكاية أم وصفي أم تفسيري يقدم لنا في تفسيري يعني يقدم لنا شروحات وتوضيحات نعم من مراء عندنا أعطي أو آتي بأربع كلمات من عائلة ينهض عائلة كلمة ينهض فعندما أقول مثلا يكتب فعائلة دي كتابة كتابة نحض من الفعل الماضي نحض من مثلا اسم فائل نحض من المصدر إذن عائلة كلمة آتي بخارجة كلمة التقصير التقصير ما نوعها اسم فعل حرف أو قد نقوله ما غير اسم مرادفها ضدها ثم تركبها في جملة مفيدة الإجابة لدينا إن شاء الله دي بأن أطعمكم أستخدم من الفقرة الثانية من نص صفات مواطن الصالح إذن الفقرة الثانية ها هي ها هي الفقرة الثانية أنا مو شي عندها هي اللي فيها وبيوسع كل إنسان أن يكون مواطن صالح بأن هذا فقرة الثانية ستقدمنا طبعا فيها تسخجمنا تسخجم الفقرة الثانية كما قلنا ماذا صفات مواطن الصالح ورتب الأفكار الأسئلة ثالثة حسب ورودها في النص بوضع الأرقام واحد وثلاث إذن كنا فكرة من أهم مميزات مواطن الصالح القيام بالواجب الإخلاص في العمل الممتلق الرقي والرخاء والمواطن الصالح الأساس بتقدم الأمم النص في ثلاث فقرات عرتبهم حسب النص ثم أحدد الفكرة العامة للنص وحيط بخط سبعا وحيط بخط القيمة الأساس التي يمكن استخداث من النص وحب الوطن أم تعاون أم احترام نحيط بخط يرى كالتب النص أن كل إنسان يستطيع أن يكون مواطنا صالحا هل تتفق معه طبع إذا كنت تتفق معه نعم علل إجابتك وإذا لم تتتفق من حقك تعلل إجابتك نمر إلى الإجابة إذن بالنسبة للسؤال الأول ممكن العنوان ندر المواطن الصالح ولا ندر مثلا تقدم الأممي رهينه طبعا بوجود مواطنين صالحين بالنسبة أحدد نمط النص فهو وصفي لماذا؟ لأنه يقدم لنا شروحات يغلب على الطابع التفسيري يقدم لنا تفسيرات وشروحات حول المواطن الصالح آتي بأربع كلمات مائلة ينهض نهض مصدر نهض إنهض في الأمر ونهض نهض نهض إنهض نهض نعم إذن التقصير ممكن قوله اسم ممكن قوله مصدر ومرادفها الإهمال التهاون ضدها الإتقان الاهتمام ونركوها في جملة إن التقصير في القيام بالواجبات يؤدي إلى الفشل إن التقصير في القيام بالواجبات يؤدي إلى الفشل نعم ثم قلنا أستخرج من رجوع للسؤال أستخرج من النص الفقرة الثانية صفات مواطن الصالح إذا رجعنا إلى النص الفقرة الثانية ها هي أن ينهض بواجبه نهض يخلص في عمله يحب وطناه يدافع مكتساباته يعتز بمقومات الحضارية نعم يقوم بعمل الوجه أكمل وينظر في مأس ذلك في مصلحة الناس قبل أن انظر إلى مصلحة ها هي لدينا إجابات هنا نعم ها هي المسا يخلص في عمله يحب وطناه يدافع مكتسباته يعتز بمقومات حضاراته بالنسبة لترتيب الأفكار فالفقرة اللولة هي المواطنون الصالحون أساس تقدم الأمم والثانية من أهم مميزات المواطن الصالح قيام الواجب والثالثة الإخلاص في العمل منطلق الرقي والرخاء ثم اقطبوا منا حد الفكرة العامة للنص قد نقول تحدثوا النص عن المواطن الصالح ودوروه في تقدم الأمة وتحقيق الرخاء سابعا قالوا هنا أحيط بخط قيمة الأساس التي يمكن تسخلص النص فطبعا قيمة الأساس هي حب الوطن حب الوطن ثم قلنا يرى كاتب النص أن كل الإنسان يستطيع أن يكون مواطن صالح هل يتفق معه مده لا ممكن نقول نعم ولكن شعيدة أن يخلص في عمله ويحترم القوانين والقواعد التي تنظم الحياة وممكن نقول نعم شعيدة الابتعاد عن التقصير والإهمال في المهام هو يستعى في أداء واجبات فقطها كين اللي يقول لا مثلا ما يتفق مع الكاتب أن يقول لا أتفق مع رأي الكاتب لأن يصعب أن يكون جميع المواطنين صالحين يصعب أتمنى أن تكون قيد صعب تو نعم